قضية تساءل البعض احنا ما تكلمناش في برنامج التساعة عن موضوع سفاح التجمع من اول ما الموضوع ظهر وبدأت كل الناس نتكلم فيه حاجة زي كده احنا طريقتنا كده اللي هي ايه بقى طريقتنا دي احنا بنستنى لحد ما نفهم كل الموضوع كل جوانب الموضوع نلمها كلها ونبدأ نتكلم ولما لمينا القصة كلها اتخضينا لانه التحقيقات اللي مع الولد ده اللي هو بيقول كلام مخيف مخيف حاجات شديدة الغرابة الراجل ده اقترف مش بس جرائم القتل لا هو كل الشنائع اللي ممكن تيجي على بالك عمالها طب والشنائع اللي ما تجيش على بالك الوضع عمالها برضو وانتوا فاهمين بني قدمين وحيوانات الوضع ما بيفرقش انتوا متخيلين ما بيفرقش اي حاجة كل طرق التعذيب اللي ممكن تيجي على زهن البني آدم والشيطان الوضع عمالها وضع غريب جدا النهاردة كانت قولة الجلسات المتعلقة بالقضية المعروفة صحفيا سفاح التجمع الخامس اتوجه للمتهم بناء على الجسامين اللي تم العصور عليها تهمة قتل لتلات سيدات بعد تعذيبهم داخل غرفة معزولة من الصوت انت متخيل واحد مجهز مكان للتعذيب جوه بيت بيته هو مصمم غرفة للتعذيب عشان الناس ما تسمعش صوت الصراخ والقلم وما الى ذلك وبعدين بعد ما يخلص تعذيب وقتل مش عادف اقول لك يعني انا مش عادف اقولها لك ازاي اللي جي في بالك اه عمل كده مش قادر اقول لك ثم يتخلص من هذه الجسامين في اي منطقة صحراوية بقى ناحية برسعيد ناحية اسماعيلية حاجات زي كده مخدرات موجود اجبار الضحايا على التعاطي موجود اتجرب البشر موجود تعدي اغتاب بلاوي الواد بلوة شيطان ماشي على الارض المحكمة قررت تأجيل النظر ليوم 16 يوليو اللي جاي للاطلاع وفض الأحراز داخل هذه الغرفة اللي كنا بنتكلم عليها اللي هو مجهزة طبعا مع استمرار حبس المتهمين النيابة طبعا طلبت بتوقيع اقصى عقوبة على هذا المتهم انا اللي عمل بيدور في بالي بجد مش هزار مش بس بقى يعني تفاصيل القضية لا الجانب النفسي بتاع الواده الواده وصل لكده ازاي يعني الواده حصله ايه في حياته وبالتأكيد في ظني منذ الطفولة انا بقول لك يعني حيواناته بني قدمين وبيقول انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حيواناته بني قدمين انت متصور مفيش حاجة تخطر على بال ابليس الواد ما عملهاش حاجة احنا هنتبع القضية زينا زي حضراتكو ده مما لا شك فيه وهنتبع القضية ايضا بالمنظور الصحفي البحث وهنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله يوم 16 يوليو باذن الله الشهر اللي جاي واعتقد انه هنكتشف كوارث اكبر اعتقد ذلك